بهدف احتواء الصراع الذي فجر مخاوف من نشوب مواجهة عسكرية بين تركيا وروسيا اعلن وزير الدفاع التركي التوصل الى تفاصيل اتفاق وقف اطلاق النار في ادلب السورية مع الوفد الروسية يأتي هذا بعد مفاوضات على مدار يومين اجراها وفد عسكري روسي في انقرة مع الجانب التركية لكن الوزير التركي هدد بالسئناف العمليات العسكرية حال فشل اتفاق وقف اطلاق النار مؤكدا ان الوجود العسكرية التركية في ادلب متواصل وان انسحاب الوحدات التركية من مواقعها غير وارد تهديد وزير الدفاع التركي سبقه تهديد مماثل من الرئيس التركي رجب طيب اردغان بان بلاده ستقوم بعمل عسكري كبير في ادلب حال عدم الالتزام بوقف اطلاق النار المتفق عليه مع الجانب الروسية مؤكدا ان اولوية انقرة هي ضمان سلامة مواقع المراقبة التركية الاثنين عشر وتزامنت هذه التهديدات مع تضفق مزيد من التعزيزات العسكرية التركية الى نقاط المراقبة في ادلب عبر الحدود السورية التركية ويقضي الاتفاق الروسي التركي بانشاء ممر امن قرب طريق ام فور السريع الذي يمر من شرق ادلب الى غربها فضلا عن السيناف تسيير دوريات عسكرية مشتركة للقوات الروسية والتركية في المنطقة بدءا من منتصف الشهر الجاري